بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله بداية بدي أتقدم لكل الأشقة العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم بالتهاني بمناسبة عيد الفطر بعرف أنه معظم الناس حقيقة ما احتفلوا على الإطلاق وأنا واحد منهم لكن هذه يعني مناسبة إسلامية لازم برضو كمان يعني نضحها في عين الاعتبار أنا طول من الصبح وأنا بتابع الأطفالنا في قطاع غزة حقيقة ذكرت كل الشهداء ذكرت 33 ربما حتى 35 ألف شهيد سقطوا ذكرت الأطفال وبعدين شفت الأطفال يعني اللي هم هذول أهلنا أطفالنا أحفادنا بيلعبوا بين الخيام يعني وفلاصة وممطقة يعني مية يعني وبقى فرحنين يعني والله أطفال فرحنين حقيقة وهذه هي العظمة أنه هذا شعب لن يموت على الإطلاق هذول هم جين المستقبل هذول اللي حيحتفلوا بإذن الله وحيستمتعوا بتحرير فلسطين كل فلسطين والله إنه شايف الأمل في عينيهم هم مساكين بيلعبوا أنا أتذكرت شبابي أعلى أسف أتذكرت طفولتي لما كنا نلعب بين الخيام ومساحة ضيقة ونمزح ونجري وراء بعض ونضرب بعض نروع المراجيح بقرش واحد ظلت مرجح طول اليوم ما فقرة ما عندناش إشي وإيش ملابس العيد ما لابس العيد إيش كانت من يعني بير كاردان مثلا كنا نتورثها من أخونا الأكبر تتزل من الأكبر للأصغر للأصغر وهكذا لكن كنا سعداء وأنا شايف السعادة في عينينا الأطفال هذول لأنه عندهم الأمل هذول أبرياء فوالله بإذن الله بإذن الله هؤلاء هم اللي حيحتفلوا بالنصر الكبير وبتحرير كل فلسطين والله إسرائيل ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها لما ارتكبت هاي المجازر والله هذه بداية نهايتها لأنه هذه المجازر التي ارتكبتها هاي حرب الإبادة هذا التطهير العرقي هذا قتل الأطفال والله لن يغفر أبدا هذا الجيل لن يغفر هذا اللي حصل إليهم ولا أبهاتهم ولا أمهاتهم ولا الأطفال أشقاءهم هذا يعني جريمة كبرى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى هذا يعني جيل قادم بإذن الله سيزلزل الكرة الأرضية كلها ويحصل على حقوقه هذا المسألة الأمر الآخر بدي أحكي عن اللي هو لويد أويستن وبدي أحكي كيف أنه بقول لك أنه فيش أدلة على أنه لدينا أدلة على حدوث حرب إبادة في قطاع غزة يا الله نفسي أشتر بس الأدب بمنعني لكن بدي أحكي كمان أكثر عن ليش تأخر الرد الإيراني وكيف حيكون هذا الرد في حالة لو حصل وكيف بتصير في العالم فيه يعني خلينا أبدأ بلويد أويستن اللي هو هذا وزير الحرب الأمريكي يعني قمة النذالة والله قمة الوقاحة يقول لك ما عندناش أدلة ما عندناش أدلة بأنه في إسرائيل مارست حرب إبادة في قطاع غزة يا عمي شوف محكمة العدل الدولية شوف اللي بيترافعوا أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا هؤلاء الأشقاء اللي بدعوا وعروا هذا العدو الإسرائيلي شوف اللي هي نكراقوة الدولة الما مسلمة ولا مسيحية ولا الإسلامية هاي الدولة العظيمة نكراقوة اللي جابت فريق دفاع من أجمل ما يمكن ومنهم مثل ما قلت اللي هو الدكتور عون الخصاونة اللي يعتبر من أكبر الأدمغة في القانون الدولي في المنطقة والعالم كله كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية ولا عربي ولا حكومة عربية ولا حكومة إسلامية حتى راحت رفعت دعوة وين العالم الإسلامي؟ وين بنحكي 2 مليارين ومشاهد؟ كلام فارغ محقولة نكراقوة وجنوب أفريقيا هم اللي يأخذوا قضيتنا لمحكمة العدل الدولية ويعروا إسرائيل يعني لويد أوستون هارد بيقول لك أنه لا ما عندنا أدلة يعني طب يا أخي ما عندك أدلة طب اللي يستشهدوا هذولا اللي 33 ألف ولا 35 ألف ولا 40 ألف كيف يستشهدوا؟ يعني ليش؟ بعاصفة رعدية مثلا؟ يعني هذا يعني مصخرة والله العدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتتستر على هاي الجرائط وهي المجرمة وهي اللي بتتحمل المسؤولية الأكبر عند كل شيء بيحصل في قطاع غزة وإحنا يعني لما يعني بقولونا أنتو العرب أنتو ما بتحبونا طبعا ما بنحبكم ولا هنحبكم لأنكم أنتو بتذبحونا أنتو اللي بتعطوا إسرائيل القنابل أنتو اللي بتعطوا الإسرائيلين اللي هو الطائرات الشبح الـ F-35 اللي بتخصف أهلنا في قطاع غزة أنتو فأنتو بتمارسوا شركاء في الجريمة هاي مش بس أنتو اللي بتدعموا القتل وإنتو مسؤولين عن هذا القتل قنابلكم هي اللي بتقتلنا هي اللي بتقتل أهلنا هي اللي بتقتل أطفالنا هذا يعني شيء أساسي وتقولي في الآخر أنه والله ما عندناش أدلة طب عندك شعينين أنت؟ مش شوفش؟ مش شوفش التلفزيونات؟ هذه لأول مرة حرب في التاريخ تبث على الشاشات ما فيش تستر وشفنا كيف الإسرائيليين بقتلوا الأطفال شفنا الأطفال كيف بيطلعوا من تحت الأنقاض شفنا كيف جثثهم مقطعة هذا المسألة وتقولي ما فيش عندنا أدلة وكيف بدنا نحبكم؟ ولا كيف ما بدنا يعني نعاديكم؟ يعني هاي المسألة الأساسية يعني يريت يسمعني هذا اللي هو بايدن الخرف يريت يسمعني ويريت هذا أوستن وإحنا نعرفهم كذبين والله لما طلع اللي هو وزير الدفاع السابق اللي هو سيد اسبو يعني حقيقة لما طلع على التلفزيونا يقول هاي الصور بتاعت عراق يعني هذا باول يعني لما طلع على تشاية سين ان ونكون في استوديو بتاعها في لندن يقول هاي صور عن المفاعلات أو المعامل أسلحة الدمار الشامل الكيموية والبولوجية العراقية المتحركة قلت الكذاب والله كذاب والله ما في عند العراق أسلحة دمار الشامل يعني هؤلاء بيكذبوا على أي حال إيش مهم إيش ما يقول يعني أوستن ولا إلو قيمة الآن العالم كله عارف مين اللي بقتل الأطفال مين اللي بيدمر قطاع غزة مين اللي الآن مفيش يعني أنا والله بحزن على الأطفال هذول ليش لأنه على الأقل يعني بدهم يرجعوا وين يرجعوا مفيش بيوت تسعين في البنية من المنازل قطاع غزة دمروها بيوت قطاع غزة دمرت فلكن بإذن الله صبراً قال ياسر أنا في تقديري والله سيكون النصر إلنا بإذن الله نرجع للموضوع الآخر اللي هو موضوع الرد الإيراني كثير ناس بيسألوني يا أستاذ إيش الرد الإيراني ليش الرد الإيراني تأخر يا أخي طوله بقلكم شوي يعني المسألة مدهاش هي مش النزهة صغيرة هي لا هذا يعني هذا بده يصير فيه دراسة بده يصير اختيار الأهداف بده يصير التحرك يعني بده يصير حقيقة يعني لما بيجي بيطلع اللي هو المرشد الأعلى السيد علي خامني وبقول إنهم والله لن أدبهم ارتكبوا خطأ وسيندموا عليه والآن في حال التأهب في الجيش الإيراني يعني لأنه الإيران تعرضت لعدوان وإحنا لازم نتعاطف معها يعني ضربوا سفارتها وقتلوا قادتها يعني هذا عدوان يعني هذا غدرس وهذا العدوان يجب ألا يمر دون أن يعاقب اللي مارس هذا العدوان فهذه المسألة الأساسية تأخير في تأخير لأنه زي ما حكي يمكن تصير حرب عالمية ثالثة بسبب هذا الرد فالواحد ما بيستعجل بس الأهم من هي أنه الحرب النفسية اللي بتعيشها إسرائيل الآن يعني أنا في تقديري من غير ما تنفذ الرد إيران يعني يعني نجحت في الحرب النفسية إسرائيل في حال الحالة يرثى لها يعني بمعنى أنه جيشهم في حالة تأهب قصوى المستوطنين صفين طوابير أمام اللي هو السوبر ماركت عشان يخزنوا يخزنوا الأكل والشرب والبي وما شابه ذلك كمان يعني أي شيء الآن يعني فيه جبهات مفتوحة عليهم مش جبهة ولا ولا ثنتين ولا ثلاثة فهي الحرب النفسية الآن اللي بعيشوها أخطر بكثير من الحرب نفسها الضربة بتخلص لكن أنت لما تستنى زي ما قلت فيه سابقا أنت زي اللي محكوم عليه بالإعدام اللي هو انتظار تنفيذ حكم الإعدام أخطر بكثير وأكثر ألم من تنفيذ حكم الإعدام نفسه حكم الإعدام في ثواني بتروح لكنك تستنى تنفيذ هذا الحكم سلوات أو أشهر هنا هو الألم الحقيقي والقلق الحقيقي نفس الشيء إسرائيلي الآن تعيش هذه الأزمة وين بدي يكون الرد الإيراني إيران قالت صراحة نحن سنرد بشكل مباشر وليس من خلال اللي هم الأذرع أو الحلفاء لا نحن نرد أنه نحن تعرضنا للهجوم نحن سفارتنا اللي هي منطقة منطقة سيادة بالنسبة لنا هذا والرأي العام وحتى كمان اللي هو القانون الدولي يعطي إيران حقنا الرد على هذا العدوان وين بدي يكون والله ما بنعرف يعني كيف بدي يكون يعني الآن السفارات 28 سفارة إسرائيلية أخليت كليا وسكروها لأنهم هاي مستهدفة خايفين منها انت بترجع تشوفوا اللي هي تدمير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين في بوينيس آيرس خلوا سووها بالتراب ما بدأ فالعملية أنه مين يمكن تكون سفارة في الخارج يمكن تكون سفارة حتى في الدول العربية يعني سمعت أنا اللي هو رئيس السلاح البحرية أو جنرال البحرية في الحرس الثوري الإيراني بيقول أنه إحنا يعني الإسرائيليين موجودين في الإمارات وأنه هاي يمكن يكون مثلا يعني هم جايين هذول لأسباب أمنية وأسباب عسكرية هل هذا تلميح ما بنعرف فبس المهم هم الآن حقيقة في حالة يرثى لها بكل معنى الكلمة وبعدين يمكن يكون كمان حتى ليش ما الأذرع اللي هي محور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يعني ليش ما ترد هي كما يعني كما هذا حرب على الجميع مش حرب بس على إيران هذا عدوان على الجميع والله عدوان على كل الأمة الإسلامية أنت بتيجي تضرب سفارة محمية بمعاهدة فيينا أنه هاي ممنوع لا الدبلوماسيين يمسوا ولا السفارة تمس ولا القنصلية تمس هذا عدوان هذا فجور هذا الفجور يجب أن لا يمر بدون رد أخيرا بدي أقول أنه فيه طبعا طلعت أنباء يعني مش من رسمية مسربة أنه إيران تقبل أنه يعني تتراجع عن الضربة الانتقامية في حالة يعني وقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع أنا بقول لكم هذا والله إذا بتحقق إيران هذا الهدف إحنا معها إحنا مش ناس بندور على الدم لا إحنا إذا فيه تنسحب إسرائيل وتعترب بهزيمتها لكن بظل الرد يعني موجود إسرائيل لن تهزم إيران إسرائيل ما قدرت تهزم قطاع غزة الآن حركة حماس استطاعت أو عادت بقوة إلى خان يونس يعني انسحبوا الإسرائيلي منها كل قواتهم سحبوها من خان يونس بعد أربع شهور أربع شهور فشلوا في السيطرة على المدينة الآن على طول فورا خرجوا منها بعد ثلاث أيام كانت حماس مسيطرة يعني إذا ما قدروش على حباس بدهم نقدروا على إيران بدهم أمريكا حتى تقدر على إيران إيش بل ما قدرتش أمريكا على أفغانستان ولا على حد وإلى اللقاء يوم الجمعة بإذن الله وكل عام وأنتم بألف خير